مع قرب انتهاء العام 2021 تواصل المنظمات الحقوقية توثيق الجرائم والانتهاكات المرتكبة بحق المدنيين السوريين خاصة في ظل استمرار الأزمة وارتفاع حصيلة ضحايا الحرب وسط غياب أي حلول قريبة المرصد السوري لحقوق الإنسان وفي تقرير جديد عن الوضع الحقوقي كشف عن حصيلة ضحايا الانفلات الأمني في مناطق سيطرة الحكومة السورية خلال العام الجاري محذراً من تداعيات تصاعد الأزمات المعيشية والفوضى الأمنية وبحسب التقرير فأن 281 مدنياً فقدوا حياتهم منذ مطلع العام الجاري بينهم 33 طفلاً و27 أمرأة جراء استهدافهم بظروف مختلفة ناجمة عن الفوضى والفلتان الأمني المرصد السوري أوضح أن هذه الحصيلة شملت مقتل خمسين مدنياً بينهم 14 طفلاً على يد القوات الحكومية فيما قتل أكثر من 230 جراء استهدافهم من قبل مجهولين وفصائل مسلحة بظروف مختلفة المرصد السوري أوضح أن هذه الحصيلة شملت مقتل خمسين مدنياً بينهم 14 طفلاً على يد القوات الحكومية فيما قتل أكثر من 230 جراء استهدافهم من قبل مجهولين وفصائل مسلحة بظروف مختلفة وتطرق المرصد في تقريره إلى الأزمات الحياتية المختلفة التي أنتجتها الحرب السورية في مناطق سيطرة الحكومة بما فيها أزمات المعيشة والاقتصاد والانحلال الخلقي مثل انتشار تجارة المخدرات ما تسبب بموجة نزوح كبيرة للسكان وخاصة الشباب بلغت بحسب إحصائيات المرصد نحو 350 ألف شخص خلال هذا العام وكان مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قد وثق في صيف هذا العام مقتل أكثر من 350 ألف شخص جراء الحرب السورية فيما أكدت منظمات حقوقية تجاوز حصيلة الحرب لأكثر من مليونين ونصف المليون ما بين قتيل وجريح بالإضافة لتهجير نحو 13 مليون آخرين